السلام عليكم و اهلا بكم في عالم اماني النهاردة ان شاء الله حبيبي هنعمل سابون سايل مركز جدا كمية كبيرة جدا 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 طحفة في النظافة ريحة توفير توفير في ايه توفير في الكمية وكل مكوناتهم البيت بتنسينيش حبيبتي في اللايك ولا اشتراك في القناة و ان شاء الله يكوني السابون النهاردة يعجبكم جدا عايز اراقيكم في التعليقات عايز اي استفسار في التعليقات ان شاء الله زي ما احنا شايفين كده واللون من البيت برضو يعني انت مش هتشتري لون وانش هتشتري اي حاجة ازاي داي اماني ايوة يلا نشوف هنعمل اللون ازاي و ازاي احنا مش هنشتري اي مكونات من برا و ازاي اماني عملت الحلاوة دي كلها ان شاء الله سابون يعجبكم او اعطوا انسوا اللايك والاشتراك واشتركوا كمان في قناة التانية اسمها وصفة سهلة فيها وصفات سهلة كتير جدا وصفات هتعجبكم جدا جدا وصفات للوش وصفات للشعر هنعمل فيها حاجات حلوة اسمها وصفة سهلة يارب يكون الاسم عجبكم والقناة ان شاء الله هتعجبكم شايفين ترك الاسر بتاع السابون عامل ازاي طحفة روع جدا يلا بينا نشوف هنعمل السابون ازاي اول حاجة يا حبيبي معايا اللتر من الميا تقدر تحطي في الاول حوالي 3 كبقات من الميا يعني نصف لتر اللي اعجبك خالص الكمية دي بتاعتك انت حطيت معلقة من الكربوناتو معلقة من ملح اللمون وهقلب كويس قوي قوي طريقة النهاردة سهلة بس اتبع الخطوات والمقادير انا بقول المقادير وانا بعمل بقول المقادير كل شوية عشان حبيبي اللي يحبوا واحلى حاجة ان انت تسمعي بنفسك المقادير وانا بحطها احلى كتير قوي من مما اكتبها لك وانت مش عارف انا حطيت ده امتى وده امتى فقولولي برضو رأيكم في التعليقات حطيت معلقة من الكربوناتو معلقة من ملح اللمو ومعلقة من سكر سكر عادي السكر اللي بنستخدمه للشاي وفي اي حاجة السكر بتاعنا العادي لانه بيعزز الرغوة جدا وطبعا ملح اللمون والكربوناتو تحفى في النظافة بعد كده معاك اي اماني معايا كباية من الدقيق زي ما شفنا كده اللي هو التحين وقلب قلب قلب زي ما احنا شايفين كده لازم ندوب كويس قوي ادام بعمل منظفات لازم اقلب كويس طيب كان فيه حاجة المفروض ان انا دلوقتي اعملها اول واحدة ليه علشان يلحق يبرد اللي هو معلقة من البطاس الكشور اللي هو السودة الكوية برضو اللي هو اسمه الكترونة تمام كده في نص كباية من المياه من الحنفية المياه من الحنفية نص كباية وقلب كويس جدا جدا لما تأكد ان هو ده بخالص هسيبه يبرد خالص ودي خطوة مهمة جدا وحقول لكم ايه السبب لان لو البطاس ما بردش معاكي وسبتيه يبرد براحته ويطلع الابخرة بتاعته حفظي على ايدي ايه اللي هيحصل يا امان لو ما طلعش الابخرة وبرد البطاس هيغير لون السابون اللي انت حطتيه مش ممكن اللون هيطلع حلو ده اولا تاني حاجة هيخلي ريحة السابون بتاعتك مش حلوة مش تمام مش احسن حاجة فايه مفيش داعو على ايه قديني ركنتو وهسيبه يبرد ونرجع تاني نقلب المكونات اللي كنا بنعملها فاكرنا بالشكل ده هنقلب كويس قوي قوي تاني علشان ايه الدقيق او المكونات ما تبقاش رقادت معي معي تمام كده ودي بقى الخطوة اللي انا بقولك واحنا مش هنشتري لون دي زهرة الغسيل ايوه هجربها لكم النهاردة علشان حبيبتي المادام كريمة سألتني عن ممكن الون اللي كنت عاملة يعني قبل كده لون بس كان بلون من عند بتاع المنزفات فسألتني في قناتي التانية في وصفة سهلة قالتلي اماني ينفع الون بزهرة الغسيل فقلت لا انا اجربها لها عملي وده اللي عملته حطيت معلقة من زهرة الغسيل زي ما احنا شايفين كده في معلقة 2 من 3 مية ومية برده بردة من الحنفية وصفتي النهاردة ما استخدمتش اي مية سخنة تمام كده كله على البارد كريمة حبيبتي ايوه اقدر اقولك دلوقتي ينفع جدا زهرة الغسيل تلوني بها الصبو فيش اي مشكلة خالص ما قابلتنيش مشكلة لغاية دلوقتي وقلب قلب قلب بالشكل ده دلوقتي بقلب كله يندمج مع بعضه واللون كمان كل ما بقلب كل ما بيتقل معي وبيبقى جميل دلوقتي البطاس ايه؟ بلد خلاص يبقى دفت البطاس وهقلب بقى وتفرجي على الجمال وتفرجي على اللذوجة وتفرجي على التقل زي ما احنا شايفين كده زي ما اتفقنا احنا عملنا كده السيليكات اللي هو التكسابون تمام كده؟ اما التايلوز يا جماعة غير التكسابون خالص التايلوز عبارة عن بودرة شبه الكاربوناتو اللي هي بكاربوناتو السوديوم شبهها بالزبط هو ده التايلوز تمام كده؟ وطبعا التايلوز ده اللي بيخلي اللذوجة عالية انا كده عملت وصفة تعتبر تعتبر انا ما بقولش هي تعتبر بديل التايلوز والتكسابون مع بعض اللي اتنم مع بعض ليه؟ لان انا عملت الزوجة وعملت نظافة وعملت رغوة بالبطاس تمام كده؟ عشان بس ليه بقى فاهمين؟ دلوقت انا عملت ايه؟ انا دبت سابون سايل انا اللي عامله ومكنتش حطله لون خالص على فكرة ومصورتوش انا اللي عامله في البيت وقدرني واضح الشكل باقي ان هو معمول بمواد طبيعية وزي ما احنا شايفين السابون ولا غير معايا ولا اي حاجة هقلب بقى السابون مع المكونات كده وبضيف طبعا المياه لاني زي ما انتو شفتو كده وشوفنا مع بعض اللي زوجة عالية جدا والتقل جامد لو دي بقى ولا يهمك ستة لتر سبعة لتر يلا على قد الكمية بتاعتك انت على قد من انت حتى هتحبي خفية السابون تمام كده؟ لو بتحبي لي عرق كده وزي ما بيقولوا كده عرق كده خلوا بالكو ارق كده مياه برضو على البارد تمام كده؟ ايه رأيكم في الحلاوة ذي؟ والله استهل لايك تنزلي حالا دلوقت لو انت لسه معايا تعملي لي لايك ولو لسه ما اشتركتش في عالم اماني اشتركي معايا فضلا منك يا حبيبتي بعمل القناة وكمان عشان يوصلك مني اشعارات القناة وكل وثفات اللي بعملها شايفة ترك الاصل في الكوبية عامل ازاي؟ واللزوجة في الكوبية وشوفوا الطبق برضو ترك الاصر في الطبق عامل ازاي؟ يعني ايه ترك الاصر؟ يعني مش بينزل بالسهولة شايفيني المنظر ده؟ دي اسمها جودة السابون فعلا فعلا يا جماعة سابون لونه حل الجودة عالية جدا كل مواصفه كل مكوناته طبيعية من البيت ما اشتريتش حاجة والله ما اشتريت كل ده كان عندي في البيت تمام كده؟ الله على الجميل يلا نختبر بقى الرغوة ونشوف جمال السابون بتاعنا واعتمش الا لما تشوف الرغوة كملي الفيديو الاخر الفيديو حلوة جدا ومفيد جدا وكل معلومات شايفين بقى الرغوة عاملة ازاي؟ اه بالنسبة برضو حاببتي في التعليقات قالت لي استخدم السابون بعد قدي ايه استني اربع خمس ايام كده وابتفي استخدام السابون مفيش مشكلة ده كله ليه؟ عشان تحافظ على قديك لان احنا حسين فيه بتوص تمام؟ برضو سؤال جالي قبل كده اه يا اماني البتوص مش غلط على الغسلة؟ مش غلط على الغسلة؟ مش غلط على الغلط ايه؟ لو والله بجد؟ ايه ده؟ طبعا مش غلط كل المنظفات كل كل المنظفات بيتحط فيها بتوص مالهية بتنظف لك ازاي؟ وكل الشركات ويعني عايز اقولك اكبر الشركات مش عايز اقول اسامي بتستخدم طبعا البتوص اللي هو الكوترونوس اللي هو السودة الكاوية برضو كل اسامي دي يمكن ويكتبوا لي برضو الاسامي لو في اسم تاني انا مش عارفها فالبتوص ده اساس المنظفات يا مام ايه واي تخفي منه؟ لان ده اصلا بيتصبن مع المكونات وبيبقى احلى منظف معاكي وانضف منظف مش ممكن اوعي تقنعيني ان فيه منظفات من غير بتوص ما تنسيش بقى اللايك